أنا زعلان منك يا معلم هوبري ليه بس يا كمال بيه كفى الله الشر البضاعة اللي خدتها منك من شهرين لسه زي ما هي في المخازن ما تبعش منها حباية ونزم بيه يا كمال بيه أكيد النوع مضروب عشان كده محدش بيشتريها يا كمال بيه زمن المنشطات والا وفات الناس كلها بقى بتروح تتعالي جرى ايه يا معلم هوبري انت شايف نفندي قدامك ولا عيل بيلعب فشر يا كمال بيه ده انت معلم كبير وابوك الله يرحمه كان سيد المعلمين طب ما تتكلم معايا عدل من امتى الناس بيتعالج ما طول عمرهم بياخدوا منشطاته مبسوطين الشغلانة زنائت ومشاكلها زادت زادت في ايه بقى الدعامة الدعامة سكماها بتخلي الراجل يرجع وحش ويستغنى عن اي منشطات نهائي مين كان يصدق ان المعلم بسبوس العتر يجيله ضعف ويركب دعامة هو المعلم بسبوس ركب دعامة اه هو وستة من رجالته وركبها ركبها عند مين الدكتور غطاس هو في غيره خربتنا بالدعامة بتاعته دي ماشي يا معلم هوبري هبغطصل بيك مبادر اسي كمال هتروح فين السعادي اروح للدكتور غطاس اشتركوا في القناة